وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية مونية بمضبطات أكثر من 236 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم طبط ما يقرب من 116 طن سلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية كما تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع وفي مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمية لمواد البناء تم ضبط 70 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزنة و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر